غياب المنخفضات الجوية وتقص مشمس بوجه عام وأجواء لطيفة إلى بادة نسبياً وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم لازالت الأجواء مستقرة وغياب تام للمنخفضات الجوية والأجواء الشتوية على معظم مناطق المملكة وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة تبقى الأجواء لطيفة في ساعات النهار يوم الغد في معظم مناطق المملكة بل ولتصل أن تكون دافئة في مناطق البحر الميت والأغوار والعقبة هناك غياب تام للمنخفضات لمشيئة الله لتكون الأجواء خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع أجواء لطيفة بوجه عام هذه الليلة الأجواء تكون صافية في العاصمة عمان درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 6 كم في الساعة ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لثلاثة أيام القادمة يوم الخميس 14 درجة مئوية ارتفاع يوم الجمعة تصل إلى 17 درجة مئوية والسبت 16 أما ليلة تتراوح درجات الحرارة ما بين 8 درجات إلى 10 درجات مئوية والأجواء مستقبة بوجه عام في أغلب المناطق ننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ونبدأها شمالا من إربط 18 إلى 10 درجات في المفرق من 17 إلى 7 درجات في جرش من 18 إلى 9 درجات وفي عجلون من 17 إلى 10 درجات مئوية في ساعات المساء في العاصمة عمان من 14 إلى 8 درجات في الزرقاء من 18 إلى 7 درجات في البلقاء من 15 إلى 9 درجات مادبة 14 إلى 8 درجات وفي البحر الميت أجواء لطيفة من 23 إلى 15 درجة مئوية في ساعات المساء في الكرك من 15 إلى 9 درجات في الطفيلة من 13 إلى 8 درجات في معان من 16 إلى 7 درجات وفي جبال الشراء من 11 إلى 6 درجات وأخيرا في العقبة أيضا أجواء دافئة من 23 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء وننتقل للمناطق الشرقية رويشة 16 إلى 5 درجات في الصفاوي 16 إلى 4 درجات وأخيرا في الأزرق من 18 إلى 6 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقص العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر